الوليد بن المغيرة يحاور رسول الله صلى الله عليه وسلم حاور الوليد بن المغيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن فتأثر تأثرا كبيرا رجع الوليد إلى قريش نصحهم باتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم أو تركه يدعو في العرب فرفضوا رأيه ووصف الوليد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالساحر نزلت في الوليد بن المغيرة آيات من سورة المدثر تبشره بالنار قال تعالى ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر أسلم عبد الله بن أم مكتوم الأعمى رضي الله عنه في هذه الفترة واتخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك مؤذنا للصلاة